عندما يكون الفساد وغياب العدالة سائدين في مفاصل الدولة والمجتمع في العراق فليس من المستغرب أن تغص شوارع البلاد بالمتسولين أكثر من أربعة ملايين عراقي عاطل عن العمل وفقاً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يلجأ قسم كبير منهم إلى التسول لأسباب عديدة أولها قلة فرص العمل إضافة إلى عوامل اجتماعية أبرزها التفكك الأسري وانتشار المخدرات لا سيما في المناطق الفقيرة التي يلجأ أكثر سكانها إلى العاصمة بغداد هرباً من واقع معيشي مأساوي الظاهرة هذه واجهتها السلطات الحكومية بحملة اعتقالات واسعة للمتسولين في بغداد والمحافظات وزجهم في السجون أو إيداع الأحداث منهم في دور المشردين التابعة لوزارة الداخلية لكن دون خطة واضحة المعالم لمعالجة جذور ظاهرة التسول والكلام هنا عن دور البرلمان الذي لم يشرع إلى الآن القوانين الكفيلة بمعالجة أسباب التسول مثل توفير فرص العمل وبناء دور لإيواء المشردين وتخصيص نفقات مالية لرعايتهم وإعادة تأهيلهم كما أن دور القوات الأمنية اقتصر على اعتقال المتسولين في الشوارع دون الإطاحة بالمسؤولين المباشرين عن إدارة وتمويل شبكات التسول وجني الأموال الطائلة من ورائها ويؤكد خبراء اجتماعيون أن الإهمال الحكومي معالجة أسباب لجوء الأطفال والشباب للتسول أدى إلى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال التي لا تقل خطورة عن ظاهرة التسول حيث باتت الأخيرة مصدر قلق عميق للسكان لما تسببه من مشاكل وصدامات فيما يتمثل الخطر بعيد المدى لهذه الظاهرة بضياع مستقبل أجيال بأكملها ترجمة نانسي قنقر